أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من صوت لبنان بعد مسرحية التمني والاستجابة أرجأ بر جلسة مجلس النواب لمناقشة ملف الاتصالات فأنقذ نفسه من مواجهة مقاطعة الكتل المعارضة المسيحية بشكل خاص بعد خوضه تجربتين سابقتين فاشلتين في هذا المضمار وإن كان يعلم ضمنا أن الطريقة إلى عقد جلسات خارج إطار انتخاب الرئيس أصبحت مقفلة وغير سالكة على الجبهة الحكومية وإن كان مقاطي مغتبطا في سره لنجاحه في عقد جلسة للحكومة إلا أن تداعيات جاءت عالية الصقف فيها لا كبيرة لإدارة الفراغ عوض انتخاب الرئيس وتجعل عقد جلسة أخرى محفوفة بالألغام في هذا الجو السياسي العاصف لم يظهر أن الخلاف بين مقاطي وباسيل قابل للاحتواء بعد وصف رئيس التيار إنعقاد الجلسة بأنها إعدام للدستور وضرب قاتل للطائف ولم يعكس التباين الحاد بين حزب الله وباسيل على الرغم من اتساعه أنه مقفل على الحلول أو أنه سينهي تحالف بينهما فيبقى في إطار الزوبعة في فنجن ترجمة نانسي قنقر